إلى هنا لقد ظهر المجرم سيتولى القاضي أمرك أيها الحرس أيها الحرس أيها الحرس يناشط الخليفة كل القادرين أن يعلموا أطفالهم تلحقني الشرطة باستمرار ستاج إلى بعض الراحة ها أنت يمكنك إرشادي الآن لا يمكنك الهرب مني بهذه السهولة جيد الآن ابقى حيث أراك حسنا ألقي نظرة يا إنكيدو سامحني يا إنكيدو قصرت في حذري اتتعد عن نظر إلى أين ذهب؟ يتطلب هروبك مني أكثر من ذلك يتطلب هروبك مني هو يتطلب هروبك مني هو صحيح يتطلب الهرب يتطلب هروبك مني هو يتطلب هروبك مني هو اشتركوا في القناة مهلاً ماذا؟ صديقك القديم، صياد العبيد، ما زال يجهز بضاعته في الحامية لا بد أن يكون صياد العبيد في الحامية، لا شك أنه يرعى حمولته أحتاج إلى عينيك يا صديقي عثرت على هدفه إنها ما تفحقون من ترميمات الجتشم الشمسية انصرف بعيداً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا بد أن يكون صياد العبيد في الحامية لا شك أنه يرعى حمولته ماذا ترى يا إكيدو؟ عثرت على هدفه اعتقدوا تشياء مانداً إ leaflet بتاؤم dt اجهاستوار يا إفراد د copper đó چúsica صجد اشتركوا في القناة 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 what? oh اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي حياته ما يقوله؟ رأينا وصيف يجادل الوالي محمد بن طاهر في الحامية محمد؟ ذلك غريب سأبقي نظري علي أراك لاحقاً اشتركوا في القناة 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 باسم ها هنا تبدو أقصر مما أذكر يا باسم اما انت فلم تكبري قيدة ملة يا رفقة حسناً لسنا هناك أعداء لا لكننا لم نتقاعص عن ساحة التدريب قط تقول روشان انك من هذا المكان شيء من هذا القبيل لقد عشت هنا فترة قبل ان اغادر الى العنبار لا يختلف هذا المكان عن أماكن اعتدتها الاغنياء يمسحون قذرتهم بثياب الفقراء هذه الكرخ التي اتذكرها لم تعود الكرخ التي تعرفها لقد كشفت رفقة حياً يشوبه الفساد أشد من المعتاد تشيع الأخبار عن مضايقات المسؤولين ومصادرة السلع والتحكم بها نعتقد أن ثمة من يسيطر على الحي هنا دعيني أخمن التنظيم ثم تمزاد سنوي يقام دائرة المال حيث يتباهى فيه لابسو الحرير بثرواتهم وطبعاً هذا الحدث يقتصر على المدعوين وقد يقوم بحضوره أحد أهدافنا ما يعني دخول المزاد والعثور على الشخص المسؤول عن هذا؟ ممتاز تتعلم بسرعة تجدين صعوبة في المواكبة؟ قد نجد أدلة إذا تتبعنا جذور المشكلة سأريك أين يعدون الشراب لنلتقي عندما تستعد رفقة هل لديك بعض الوقت؟ عندي بعض الأسئلة سلما تريد ماذا تعرفين غير ذلك عن دائرة المال؟ إنه مكان منسق للأغنياء لاستعراض مالهم الوفير هل يتكرر مثل ذلك الحدث هنا؟ يقول التجار إنه يقام مرة في السنة لكنني متأكدة أن حفلات الأثرياء لا تتوقف ماذا أيضا؟ ماذا علمت عن الكرخ؟ أريد رؤية الأمر بعيون جديدة الفساد والفقر هما معتدت عليهم لكن السوق مكان حيوي التوابل والمواد والأدوات أيضا أشياء كثيرة يمكن من اختبارها هل تفكرين في الاستراحة بهذه السرعة؟ على رسلك أعرف أين ينصب تركيزي ماذا أيضا؟ إنك تعرفين بعض الأمور عني وعن المكان الذي أتيت منه ماذا عنك يا رفقة؟ منذ متى وأنت تريد معرفة المزيد عني؟ بحقك إننا في الصف نفسه لا ضرر من التعرف على من يعمل المرء معهم حسنا أنا لست من هنا لكن لنقل فحسب إن عائلتي لن تكون غريبة في حدث كالمزاد الكبير عائلات كثرية؟ بشكل مخزن عندما كنت طفلة لم يرقني التألق والتأنق والتهذب قط كان الأمر خانقا للغاية كل ذلك تبدل عندما خرجت من عتبة بواباتنا ذات يوم ورأيت حقيقة العالم لم أرجع منذ ذلك الحين ماذا أيضا؟ لا مزيد من الأسئلة شكرا يا رفقة معلمتي أمستعد يا باسم؟ الكرخ ينتظر مستعد لنتحرك اتبعني أفكرت أنك سترجع هنا إلى الكرخ؟ لا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع وكونت صداقات مع الفئران والصرصير بعض الذكريات طيبة لكن أكثرها مريرة تساهم الذكريات في تشتيتنا نشر تنظيم نفوذه في كل شق من المدينة وحولوا بغداد إلى مزرعة لهم سيتغير ذلك تثقل المسئولية كواهلنا أفد التنظيم تصيب الكرخ ولا يستطيع أحد سوانا مداواتها كيف تأقلمت رفقة مع الكرخ؟ إنها لا تحب السياسة لكنها مضطرة لأداء واجبها لا يحب أحد الكرخ لأول وهل التنازع في التجار الهوس بالمال العطور الناس هنا سعداء بضياعهم في نعيم جهلهم جنة لا يتحمل كلفتها سوى الأثرياء وغالبا الفاسدين هيا كدنا نصر مرحبا بعودتك إلى الكرخ لا تزال رائحة التوابل تعبق بالجو كيف كان شعورك عندما قتلت نفسا لأول مرة؟ بالكاد أتذكر كان رجلا عرفته جيدا فيما مضى قبل كل هذا قبل المستترين ألا تتذكرين؟ دفنت ذكرياتي بجواره ورفضت أن يطاردني موته كما طاردتني أنفاسه وهو حي لن أدعى الماضي يحدد هويتي لهذا أعتبر نفسي الآن بنت لا أحد إن لم نخمد العاصفة التي بداخلنا في يقظتنا فستدركنا في أحلامنا كما حدث معك أنت وجنيك وصلنا السوق كما قالت رفق مر الحراس من هنا وكسروا القوارير وحطموا الصناديق ما سبب هذا العدوان؟ لنكتشف ذلك سمعت أنهم يصادرون السلع الأجنبية التي يأتي أكثرها من الطريق الشرقي الطريق الشرقي؟ أعتقد أنني أعرف شخصا يمكنه المساعدة قد مر وقت طويل آمل أنه لا يزال موجودا حتى الآن ستسعدني رؤيته مجددا لا تدع حنينك للماضي يحجب عنك واقع الأمور باسم لن أفعل أعلم أن الأشياء لا تبقى على حالها لقد مر وقت طويل ترى ما الذي قد تغير في الأرجاء هنا ربما يجد ربي زيارة صديق قديم أولا لقد أبلغت عن صلادق أوراق الجميلة أعلم ذلك انصرف يا كونغ إنك عجوز مليء بالخوف والهراء أيها أي شراب طازج عندك من أجل اليوم يا كونغ؟ لا شراب حتى يعيد لقى صندوقي لكن إذا أتيت لشراء الشاي فلدي توصيات عديدة كونغ هذا أنا باسم من؟ من تكون أنت؟ من؟ باسم لست أبله يدعي الجميع أنهم أشخاص أعرفهم جاوبني على هذا ما الشاي الذي كان يحبه باسم الذي أعرفه؟ الزنجبيل مع بعض الكركم خطأ باسم لا يحب الشاي باسم أيها الحسن الصغير انظر إلى تأنقك تعال تعال اتبعني إلى متجري بعيدا عن هذا الرجل الفضيع اذا أيها الحسن الصغير ما الذي كنت تفعله؟ مضت سنوات كثيرة انتقل هنا وهناك لقد اضطررت إلى مغادرة بغداد لفترة آه الشباب ماذا عنك يا كونغ؟ ما الذي كنت تفعله طوال هذه السنوات؟ أفعل ما أجيده أجني النقود رغم وجود بعض الصعوبات في الأوينة الأخيرة الحراس في حالة تأهب قصوى وقد قرر ذلك التاجر الإغريقي الإبلاغ عني في كل فرصة أعلم أنه يريد أن أموت من الجوع أو الأسوأ أن أترك له التجارة أيها الحسن الصغير أتذكر الثنائية المبهرة الذي كنا نشكله فيما مضى؟ ما رأيك بمساعدة صديق من أجل الأيام الخوالي؟ آه مثل الأيام الخوالي بالضبط لكنني أريد التحدث إليك بعدها هناك شيء أحتاج إليه كذلك بالتأكيد بعد أن تحضر صندوق أوراق الجميلة المصادر لا بد أنه عند الحراس انطلق حسناً لكنني سأطلب منك شيئاً بعد هذا نعم نعم بالتأكيد العالم عند قدمي لا شيء هنا من أجل أرشدني انتشار لحظة ارحل ألان أرحل ألان أظرى تأهل حون إبراهيم العجوز ولم تاعز كذلك في عهد العياري صالح ودرهم الذي يانح لا أريدك أموتني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ينجح باسم في التسليم ثانية شكراً أيها الحسون الصغير من أين جاء هذا؟ من بلاد الهند؟ لا لقد قطع مسافة طويلة من الصين إن موطني دالي ينتج أفضل أوراق الشاي إنني أستورد أيضاً أوراق شاي من الهند بل وبلاد فارس يعلو شأنك في العالم يا كونغ الكرخ أولاً ثم العالم سأبيع سلاعي في المزاد الكبير هل سمعت به؟ دائرة المال نعم إنني أحاول دخولها لما؟ ما نوع تجارتك أيها الحسون الصغير؟ لما لا تشاركها معي؟ لقد عملنا معاً بشكل جيد نوع العمل الذي قد يوقعك في مأزق كبير هل تعتقد أنك تستطيع مساعدتي على دخول المزاد؟ آه ذلك باسم الذي أعرفه لديه أسرار دائماً لكن لا تعبث بالأرجاء أصبحت الكرخ أخطر بكثير من ذي قبل المزاد حصري للغاية وليس من السهل دخوله سأساعدك أيها الحسون الصغير لكن أولاً لدي طلب انظر هناك إنه مسدود يمنع الحراس كل ما يدخل من الطريق والنهر وكأنهم يتلقون أوامر من شخص أعلى رتبة هذه الأيام صاروا لا يقبلون رشوتي نفسها لابد أنهم يبحثون عن شيء غرض أو لا أعرف سخافات لكنهم يضرون تجارتي ذلك ما أعرفه الآن صرت أبيع مجرد ماء أوراق شجر سخيف إنهم يحتفظون بالأصناف في مستودع صاحب الميناء الخاضع للحراسة بالشرق من هنا دعني أخمن تريد مني المساعدة في تحرير بضائعك مقابل الدخول إلى المزاد المستودع مزين باللافتات قرب بعض الرافعات أغراضي مقابل دخول المزاد هل تبدو صفقة جيدة؟ إنها كذلك أنت يا صديق كونغ لدي شيء ربما يثير اهتمامك اقترب أكثر كيف يمكنني مساعدتك؟ بل الأمر كيف أستطيع أنا مساعدتك؟ هل طلب منك كونغ دخول مستودع؟ تحدث بما عليك قوله فحسب ذلك الرجل كونغ دائما يجرب حظه حسناً إنه يوم مساعده لأنني أعرف بالمصادفة مكان المستودع كل ما أحتاجه هو شيء في المقابل أخبرني بما تعرفه اتبع الطريقة وعبر الجسر على اليمين وستر المستودع على يسارك ذلك سيضيق نطاق البحر أشكرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المستودع الذي ذكره كونغ أحتاج إلى معرفة المزيد عن صاحب الميناء هذا ما هذا إذن؟ مهلاً 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 يا جهالون ماذا؟ دائرة المال خزفيات وبضائع غريبة وسلع نادرة كلها مرحب مالا اينا اوه جنجي مالا 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 لا أفضل أن أحرص على تفقدها جميعاً تعليمات بتفتيش كل السلع الأجنبية محفاً عن قطعة أثرية دبوس شعر صيني قديم على وسط التحليم كل هذا يبدأ في الميناء خطاب شديد لهجة إلى صاحب الميناء لقد ترك دبوس شعر يفلت من بين أصابعهم وهذا لا يسر شخصاً ما فمت رائحة على هذا الخطاب ورمز مألوك الكلور يبدو أن صاحب الميناء جزء من التنظيم خطاب الميناء جزء من روز خطاب الميناء جزء مندس مرحا أوراق الشعيلة من الشرق هذه تساوي نقوداً أكثر مما أتلقى في ليلة عمل ماذا لو أنني؟ قائمة بالسلع الأجنبية الغريبة التي صدرت أكثرها من خارج بغداد ها هي أوراضكم مزهريات وبعض أوراق الشاي واهضة الثمن لقد أن هذا ما يحتاج إليه كون لقد أقام صاحب الميناء هذا الحصار على البضائع الأجنبية لا سيما الخطع الأثرية القديمة من الشرق ليس هناك المزيد هنا صاحب الميناء ينتظر سور آخر بين الناس وأصحاب السلطة آمل أن لا يتوقع صاحب الميناء ينتظر استطلع المنطقة يا على أسنة سأخرج فمك على يدي لو كنت شجاعاً لقتل سأخرج فمك حسناً لأن يقدم سأخرج فمك عمل و ترف很有 realizes سا الفแลمة إن هل؟ سأخرج فمك خيط التباق لا يمكنك أن تساعدنا أبي روني لا يمكنك أن تساعدنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ساعدك هذه في إخراج بضاعتك من الميناء لم أشك فيك قط ولو ثانية تعال وتناول فنجانا من أجل الذكريات بل سأعد لك شرابك المفضل ماذا وجدت هناك؟ من وراء الأمر؟ رجل يدعى جاويد كان يعمل لصالح شخص ما يبحث عن قطعة أثرية دبوس شعر غريب إنه مهم بطريقة ما أحتاج إلى اكتشاف السبب لا بد من ذلك لقد تغيرت أيه الحسن الصغير أم هل ينبغي أن أقول حسن فقط؟ عندما التقينا آخر مرة كنت لصة شوارع أما الآن آمل أنك تعرف ما تبحث عنه من الأفضل أحيانا ترك الشوكة داخلك لألا تنزف بغزارة الآن ماذا عما وعدتني به؟ إليك دعوة للمزاد تمنح للضيوف المبجلين لا تسألني من أين حصلت عليها ما لم ترغب في سماع الأكاذيب بتلك اللفافة ستدخل دون إقحام نفسك داخل صندوق من صناديقي أكانت تلك خطتك؟ تحمل الرجال الأسوأ لتحقيق أهدافهم يبحث شخص دون نفوذ عن دبوس الشعر لكنه تركه يفلت من يده الآن فرصته الوحيدة في المزاد الكبير لنحقق الآن في دليل آخر مرحباً المترجم للقم مرحباً معاً ما؟ يجنسوا تلك القوارير إنها مستوردة بطلب خاص أرجوكم ويأتي ما يكفي من وقتنا كفاك توسلا ما رأيك أن نتمشى بدلا من ذلك إلا مكان بعيد يستغرب هذا وقتا وهذا الأمر لا يكاد يستحق القطعة النقدية التي يدفعونها اقطع إصبع ربما تحل رباط سورة نقودها قليلا طلبوا مننا الإنضمام إلى وليمتها قوم الغفاف معا مغريق سأتوقف عند الكشك الذي أجل النجد هنا هذا موجه حمدا من أقدار وشكرا لك لا قد أنقض ماذا فعلت حتى تتعرضي إلى مثل هذا العدوان من الحراس؟ لم أفعل شيئا إنما تنقصن النقود إنها طبيعة التجارة لكنني لا أملك الوسائل اللازمة لسداد ضريبتهم هل تباع سلعك ببط؟ لا، لكنهم زادوا قيمة النقود المطلوبة في الآونات الأخيرة هذه هي المشكلة لم تزدد عليك وحدك بل على الآخرين كذلك زادوها غالبا على أشخاص مثلنا ليسوا من هذا المكان أو مختلفين في العقيدة بات الشعور بالأمان في الكرخ صعب لدي شحنة متأخرة أخشى أن الحراس قد صادروا سلعي وجمالي كنت أنتظر وصولها مع بعض التجار القادمين إلى دائرة المال هل لا تزدي إلي معروفا يا صديقي وتبحث عنهم من فضلك؟ حسنا إنهم على امتداد الطريق المؤدي إلى بوابة بغداد الجنوبية آه، قد ألحق بهم عند الينبوع على امتداد الطريق الجنوبي شكرا يا سيدي الطريق الممتد جنوب بغداد ربما على الدجار العالقين ألم ينتهي هذا النجدة ربما يا صديقي ربما اشتركوا في القناة سأحضر شركاية مكانك؟ من هناك؟ جئت مسالماً السلام عليكم لقد أرسلتني صديقة لكم قلقة على سلامتكم بعد ما حدث للحصان من حقها أن تقلق لكننا لا نعرف ماذا نفهم من هذا دعوني أساعدكم لعلي أستطيع اكتشاف ما حدث سنكون ممتنين لابد أن الجانية قد ترك دليلاً أثار أقدام وأثار دمام لقد نقل رأس الحصان إلى وسط المخيم حصان الجميل لقوم ملاكا من عصه يقدم على فعلة فضيعة كهذه لا تنظر إلي لم أرتكب مثل هذه الفعلة النقراء الرأس مقطوع بدقة لابد أن نصل الفاعل حاد هل كان هذا حصانك؟ لقد أخذه حادث الآن إلى جانب القلق بشأن عطش بغداد السخيف إلى النقود لابد أن أقلق الآن على مشيتي ملاكا أرقد في سلام يا لقوم ماذا حدث هنا؟ حدث الأمر في ظلام الليل لم أستطع الرؤية جيداً لكن رأيت شخصاً على ما أظن لا يمكنني الجزم أعتقد أنني أعرف ما حدث هذه رسالة تهديد يحاول أحد منع وصولك إلى وجهتك لا من عساه يقدم على شيء كهذا ليس لدي أعداء ولا شحناء قد تكون هناك مصائر أبشع إذا وصلت السيرة في هذا الطريق لأرافق عصبتك إلى البوابات ستفعل هذا من أجلنا؟ شكراً بارك الله فيك بسرعة أبعدنا عن هنا لنتحرك المدينة ليست بعيدة للغاية هيا علينا مغادرة هذا المكان بسرعة كان علي البقاء في البيت أين ديارك؟ أتيت من بلاد الإغريق غرب هذا المكان وراء اليوم كنا ننقل بصحبة حصان لجوم سلعاً من بغداد وإلينا يالا المدن التي زرناها القدس والبصرة وسام الراء نفسها يخبرني صديقك التاجر أن هذه السلعة متجهة إلى دائرة المال نعم المزاد الكبير حدث ضخم ما يعني أن متطلباته أكبر أتنوي حضوره إذن؟ حضوره؟ أتمنى فقط لو كان لدي ما أنفقه من النقود إننا نوفر المؤنى اللازمة للتحضيرات فحسب من أرسلكم؟ أنا ف�� صديقة نعم المفت lighter الموسيقى لا أقوف أنا أخبander اشترك قول عجبه خحص pool يقدم الحراس تقريراً لشخص يدعى العنقاء هذا يؤكد شكوكي يلا الهول أمن الممكن أنهم مرسلون لقتلنا؟ على الأرجح هذا ليس عجيباً أعلن اعتراضنا على الخلافة والضرائب الجائرة قد يكلفون الأمر رؤوسنا لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس إنهم لا يحبون هذه المعارضة لن أندهش إذا جعلوا منا عبرة للآخرين ممن قد يحاولون فعل الشيء نفسه وصلنا بغداد أنتم آمنون الآن إنك رائع شكراً لك لقد وصلنا شكراً لك يا سيدي بغداد ليست آمنة يشاعوا في الأسواق شيء عن تجار جرهم من متاجرهم أسمعت بظلم كهذا؟ تقول الشائعات إنهم يستهدفون الذميين أي التجار من غير أهل هذا المكان يريد العباسيون حصة في جميع التجارات بوجود النقود فأرواح الناس أمر هي الرسالة التي تركها الحراس كانت من شخص يدعى العنقاء إنه الشخص المسؤول عن الهجوم جبات الضرائب عند الحراس اسمهم العنقاء هذا غريب فعلاً أليس طائر العنقاء أنثى؟ أخبرني باسمه وأين يمكنني العثور عليه؟ سهيل يسكن في قصر غرب الكرخ لا أظنه يعمل بمفرده شكراً يا صديقي وفقك الله اشتركوا في القناة معاً نرى كل شيء يعني تعال يا صديقي الوضع خطير للغاية علي زيارة جاب الضرائب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أينهم؟ يفترض أن يعودوا بالنقود الضرائب قد سدد لعل هناك معلومات أكثر يمكنني يخطر عليها هنا جابي الضرائب لا يعمل بمفرده هناك شخص ليس من بغداد يتحكم في الخيوط ثم ترائحة على الخطاب ورد معها هوامر بزيادة الضرائب تتدفق نقود أكثر إلى ياده الحصار عند الميناء ممول من نقود الناس انتهيت من هذا المكان لا وجود لأدلة أخرى رشان ورفقه في انتظاري عند المقار فيه لست موضع ترحيب البلد يرحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر